يد بلشين 5، جهاز بلشين 5، جهاز بلشين 4، لعبة القراش على بلشين 4، في جهاز بلشين 5، وعنطري قيد بلشين 5 إذا هذه ملحظة أنا معرفش اللحظة طرحها هلو الله فيكم اليوم هو اليوم إطلاق بلاي ستيشن 5 عندنا في السعودية وعشان كده الله حريم سأقول لكم حاجة رهيبة وريكم سحر معامركم شفتوا يمكن اللي هو الريموت بلاي إيش الريموت بلاي؟ الريموت بلاي هذي خليك تشبك من جهاز بلاي ستيشن 5 إلى جهاز بلاي ستيشن 4 وتسوي كل شيء تبغى فيه وأيضا تقدر تشبك من جهاز بلاي ستيشن 4 إلى جهاز بلاي ستيشن 5 خلونا نشوف مع بعض مغير أي مقدمات حالي كانت مقدمة خلنا نبدأ يلا هنا نحن عندي جهاز بلاي ستيشن 4 وجهاز بلاي ستيشن 5 حطهم جميع بعض ومشغلهم مع بعض لو تلاحظون في الأول الأخيرة جاكم آيكون جديد في البلاي ستيشن 4 اللي هو بلاي ستيشن 5 ريموت بلاي هذا الشي يسوي هذا خليك تشبك في جهاز بلاي ستيشن 5 عن طريق بلاي ستيشن 4 تقدر تلعب الألعاب تقدر تصفح كل شي فيه تسوي كل شي فيه كأنك أنت داخل الجهاز فعلياً أو شي اللي تسوي إنك في جهاز بلاي ستيشن 5 والبلاي ستيشن 4 تتأكد إنه التحكم عن بعد تشغال عندك فتروح عند الإعدادات بعدين تروح عند في البلاي ستيشن 5 تروح عند الجهاز وتختار اللعب عن بعد وتحط تمكين لعب عن بعد بعدين تروح عند الجهاز بلاي ستيشن 4 وتروح عند الإعدادات بس هنا صايرة غير صايرة برا مكانها مش داخل اللي هي تجيك اسمها تحكم عن بعد هذا إعداد تصار اللعب عن بعد تحط تمكين هو كان ممكن عندي فتحطه تمكين هذا أول خطوة ثاني خطوة اللي تسوي إنك تجي عند برضو نفس الخطوة هذي اللي هنا عند الإعداد اللي تصار اللعب عن بعد تختار إضافة جهاز طيب يعطيك الرقم هنا بعدين تجي البلاي ستيشن 5 وراح تلقى طبعاً تلقاه هنا برا بس هنا في الألعاب كثيرة فتحينا فبنلقاه هنا داخل مكتبة الألعاب تروح عند المثبت تنزل حاجة اسمها ريموت بلاي تضغط عليها يقول لك هنا بد استخدم جهاز هنا يبدأش يسوي إش يدولك جهاز اختار أو شي يقولك تختار يا بلاي ستيشن 5 يا بلاي ستيشن 4 انت طبع ما تختار بلاي ستيشن 4 لانك بنشبك على الجهاز هذا فنحط نعم هو بيبحث عننا الحين عز ما تضيع وقت حط ستارت عشان تحطت الرقم اللي يجيك هنا تقدر إذا انتوا مع نفس الشبكة وعندك جهازين في البيت نفسه انك تخلي يبحث تلقائي يطول شويه بس هذي أضمن والسرعة انك تحط الرقم اللي يعطيك هنا بس عادي تقدر تبحث بالشبكة ويضبط معك يعني بس هو العمل يطول شوي فنحط الرقم اللي يعطني اياه هنا طبع هذة رقم عادية حتى وخط ببيت خط chess again مارح تدخل عن ده الجهاز أوكي فربط شفتوش صار هنا شو حين حين شو kettle Okey الشاشتين نأس الشي لما تحرك هنا بيتحرك هنا شو شو اكشيلي انا قعد تحرك هنا لان في لاقب شوي بالاتصال فأنا دخلت في جهاز بلاي ستيشن 4 عن طريق بلاي ستيشن 5 أقدر ألعب ألعاب بلاي ستيشن 4 عن بلاي ستيشن 5 بس إنه هنا في لاق、「عندي أليم، زي ما تشوفون، المفوت فصالكم عندك مرة ممتاز وزي ما تشوفوا هذه الحركة الحيب نلعب لأو منذكراتي بتكوت على جهاز بلاي ستيشن 4 عن طريق بلاي ستيشن 5 بشتو اللحظة كيف؟ شو كيف الحيب؟ وعن يد البلاي ستيشن 5 بعد يعني يد بلشين فايف جهاز بلشين فايف جهاز بلشين فايف جهاز بلشين فور لعبة القراش على بلشين فور في جهاز بلشين فايف وعن طريق يد بلشين فايف إذا هذه مو لحظة أنا معرفش اللحظة طرحها فخانشوه الحل نبدأ طبعا شو ما في لاقب الاستعراض لكن اللاق يصير فقط عند التحكم إن الزر لضغط من الزر تحت يطول شوي جزء من ثانية عن يكون مباشرة قدام الجهاز طبعا إذا كان كنت شبكة لكم سريعة ما في عندك هذا مشكلة خانشوه نشغل اللعب حنشوف كيف يصير معانا يا سلام هذه الموحلة اشتغلت أنا الحين في الجهاز بلشين فايف قاعد ألعب في جهاز بلشين فور زي ما تشوفون هنا البث اللي يجي عن طريق هذا الجهاز لهذا الجهاز شوي بطيء في بطا بس نوت بات تس بلاي بلشين فايف يعني تقل تلعب فيه وهنا طبعا التحكم مرة ممتاز صاير معاني قاعد أستخدم جهاز ثاني قاعد أتحكم في الجهاز هالا فاهاهاهاها يا أخي الله لا ستبق خلنجرب ننقذينا سريع 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 شكل ما في هنا ما في أي لاق أي مشاكل في التحكم لأنني قاعد شوف شاشة بلاي سيشن فور قاعد تتحكم مطر كي لكن هنا المشكلة خلنجرب نعب هناك نركز أوكي لا في لاق بس شوي نرفز بس تعود عليه وعادي ضربنا عبوت حين قزينا تمام الحين هذا حين نسوينا إيش شغلنا بلاي ستيشن فور بلاي ستيشن فايف على بلاي ستيشن فور باستخدام يد بلاي ستيشن فايف نلعب لعبة بلاي ستيشن فور الحين خلنشوف العكس وش يصير معا أول شيء عندما تشوفون نطلع برا هنا شوفوا كيف أنا لحل لسه داخل جهاز بلاي ستيشن فايف فهذا يسوي هنا متصل أصوي قطع الاقتصال قطع الاقتصال طبع هني عديني خيار يقولك هل تي بتخلي الجهاز بلاي ستيشن فور في حالة تشغيل ولا ودك تخلي وقت السكون هذا شيء مرة كويس وضع السكون فانحط لا أنا بيخلي شغال لسه شوفوا حين ما صار شيئنا عندي شغال بس يقولك اليد انفصلت لأن الجهاز كبروا بفصل فالحين أشبك يدل بلاي ستيشن فور واطلع مني لعبة ك وننفعل على عكس نحنن نضيف ونضيف بلاي ستيشن فايف على بلاي ستيشن فاير ونتحكم على طريقة لاحظة هون كان صارة ينسوى حشو Foa ايلا ا longtime حينなんか بتطوير حوال احصنر على بلاي ستيشن فور و primerعبة ل gracias كلش في البلاي ستيشن فاير بتصيصاف احياء الفلك الاعقة والعب بلاي ستيشن فايف عندما أكتبوا كذلكודה بالبلاي سا dement تذهب مع بلاي ستيشن فور ونفعل عن البلاي ستيشن فاير الأعبة بلاي ستيشن فاي بلاي سبس وننشMart한다 دلعدادات ونختار النظام او الجهاز عفوا بعدين نختار اللعب عن بعد ونختار ربط الجهاز هنا بيعطيني رقم الرقم هذا حطوين في البلاي سيشن طور راح حط ما بعض الحين نشوف عن طريق بي اس فاي بريموت بلاي ندخل عليه اعطل على الجهاز الخاص فيك نعم طيب يقولك هنا تشغل تمكين اللعب عن بعد حين شغلناه خلصنا منا هنا رلاقي الجهاز من قبل شبكت عليه فغل حاول نشبك عليه يضبط ولا لا شوف كم السرعية قد طبعا ش بيسوي في البداية اذا جهازك موجود في البيت ما راح تك خيار انك تحط الرقم راح يحاول يلقى اذا ما لقى او تأخر بيطلع لي خيار هنا تحت حق انك تقدر تحط الرقم مانيول موزيل بشين فاي انك تختار من البداية تحط الرقم ما عارف ليش صراحة خانشوف الحين ننتظر ونشوف اوكي زي ما شفتوا فقط الامل وعطاني الرقم حين حط الرقم هذاك بسرعة طبعا بقليد 200 ثانية هناك بسرعة حطة واحد واحد صفر تسعة تسعة اربعة ثمانية تسعة ربط بوم 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 يس سباكنا الحين شوف اللحظة انا قاعد العب في جهاز بلاي ستيشن فايف عن طريق بلاي ستيشن فور باستخدام بلاي ستيشن فور وما بس كده حتى الالعاب اوكي اوكي لاحظ حاجة رهيبة ما في لك ما في لك من بلاي ستيشن فور الى بلاي ستيشن فايف ما في لك يعني كيف دقيقة فعلا ما في لك يعني حتى اقدر ألعب ألعاب بلاي ستيشن فور قلنا نلعب مثلا بلاي ستيشن فايف اكثر ألعبها على بلاي ستيشن فور مانا اشترا اللحظ اوكي اونا قاعد انت الفكرة هذي كلا تلحس المختل عوكي في الفكرة وما بس كده قاعد تلعب في يد البلاي ستيشن فور لعبة بلاي ستيشن فايف وهذا شيء مستحيل تصير في جهات بلاي ستيشن فايف يقولك ما تقدر تلعب على بلاي ستيشن فايف عن طريق استخدام بلاي ستيشن فور لو كنت شابكة مباشرة على جهات بلاي ستيشن فايف عشان كده هذا الشيء مرة مفيد وحلو خلنا نجرب هل فعلا بتشترل لعبة معاي هل بقدر اتحكم نشوف للأمان احنا نضيعنا وين الشاشة حقيقية حقتي هذي وهذي نفس الدقة ونفس التفاصيل ونفس كل شيء ولا في لاك شيء جميل جدا صراحة اوكي دخلنا حين هنا خلنا ندخل مرحلة نجرب الى حين تحكم ممتاز الى حين تحكم ممتاز خلنا ندخل مرحلة ونشوف اشي يصير معانا واو اشتغلت المرحلة زي السلام عليكم زي العسل العب العب اضرب اضرب انقص انقص كل شيء كل شيء كل شيء اوكي هذه شيء مرة رحيب ليش انت مثلا تكون عندك اكثر من جهاز ببيتكم عندك جهاز بلسي مفايف بغرفتك لانك تعرف تبتلع في جاب الحالك وعندك جهاز بلسيشن 4 تحت حاطه بالصالة عندك اخوانك اللي صغروا كذا ويوم من اليوم قررت انك ما لا يخلق لقى فوق خلع بلسي مفايف تحت على جهاز بلسي مفايف تحت على جهاز بلسي مفايف فتسوي هذه الحركة انك تشويك او انك تبي مثل ملف تاخذه من فوق مثلا تنقل ملف من بلسيشن 5 فور الى جهاز بلسيشن 5 ملف حفظ فاتك او لعبة مثلا تبتنقلها هذا يسهل عليك الامر بسرعة وزي ما تشوفون قاعد العب مرة ثانية اعيد واكرر اعيد واكرر قاعد العب يد بلسيشن 4 بلعبة بلسيشن 5 هذا شيء مستحيل تصير في البلسيشن 5 وهذا صراحة واحدة من الفوائد الكبيرة اللي تقدر تستخدمها في الريموت بلاي وهنا السحر حقي يكون خلص زي ما تشوفون هذه الفكرة زي ما تفيدك اذا انت عندك جهازين في البيت واحد فوق واحد تحت بدأ مندق مشوار تقدر تشغل هذا وتلعب هذا اتمنى كل فيديو افادكم ولكن عندكم اي اسئلة حطوها تحت بالكومنت ولا يهمكم وعطونا لايك واشتراك لا هنتم وان شاء الله نجاوبها بقى رب وقت يعطيكم على المتابعة كماكم في هذه الشيحة مع السلام